فكرة الرمزية بقى خلينا نتكلم عن الرمزة هاي الموضوع ده شغل دماغ الناس حتى في المؤتمر الصحفي أول سؤال سؤال المستشار محمود فاوزي فيه عن الرمز الناس دايما بتبص الاختيار الرمز ده أنه هو بيدل على قيمة معاين تبتتفق في النقطة دي ولا لا بص الرموز اللي تبصينا في البداية برضو لتسهيل الأمور بس ببساطة هو الغرض الأساسي هو سهولة التعرف على البرشح الأمر الآخر وأنا بقولها بقى عشان برضو بحكم التخصص إن احنا عندنا نسبة أمية في مصر وبالتالي عشان يبقى فيه تعامل مع بعض من لا يريد القراءة والكتابة إنه يسهل عليه معرفة الرمز الانتخابي وهو يعلم الرمز الانتخابي يخص مرشح مين وبالتالي يتم التصويت وفقا للاقتراع السري الحر المباشر ولكن الرمز الانتخابي أيضا أو اختيار المرشح لرمز انتخابي بعينه له دلال علما بأن الهائة الوطنية للانتخابات هي التي تعلن قائمة الرموز الانتخابي يعني ما فيش حرية في الاختيار في المطلق لا لا ما أنا ما أبقى في إعلان لقائمة رموز لو القلم ده مش موجود ضمن القيمة لاحقا ما جيش أقول لا أنا عايزة أنزل ويبقى رمز القلم إذن الهائة الوطنية للانتخابات وهي أعلنت بالفعل قائمة الرموز الانتخابي بيدي المرشح رقم واحد اللي أصبح رقم واحد لأسبقية التقدم يتقال له والله أدي قائمة الرموز الانتخابي حضرتك تختار رمز إيه اختيار الرمز برضو بيتم بعناية بمعنى أنه الرمز له دلالة ويمكن هنؤجل بس الحديث في هذه الأمور عندما يتم الاستقرار على الرموز الانتخابية فهاجي بعدين لو إن شاء الله قدر يبلين نلقاء مع بعض هقول لحضرتك أنه هذا الرمز تم اختياره من قبل المرشح لأنه دلالة الدلالة دي ممكن تبع حاجة على فكرة مرتبطة بالتاريخ يعني ممكن حزب معين كان له رمز فيه السابق في فترة تاريخية محددة فيقول لك والله أنا بختار الرمز ده هقول لك حاجة زي ما تكلمنا مثلا من فترة أن الحزب الوافد مثلا هم أعضاء السادة أعضاء مجلسهم بيرحب ويغضوا رمز النخل ده في انتخابات النواب النواب الأمر ربما يختلف فيه الرئاسة حسب اختيار المرشح حسب اختيار المرشح ما احنا مش عايزين نسبة في الرئاسة أنا بابعد بقول إيه مثال على اللي أنا قلته فعلا إن حزب الوافد كان بيختار النخل وكان عندنا رموز أخرى لا داعي لذكرها يعني في عصور أخرى وفي حزب منحل كان لدينا بعض الرموز الانتخابية المعلومة ضمنا يعني فاني حاجة زي جمل ما كان موجود المعلومة ضمنا إذن الرموز لها دلالة الرمز بيكون يعني معبر ومؤثر والأهم من اختيار الرمز حسن توظيف الرمز الانتخابي يعني كيفية توظيف الرمز الانتخابي في الحملة الانتخابية لأن الحملة الانتخابية تبدأ به عنوان عريض للحملة الانتخابية ثم شعار للحملة الانتخابية وأنا أبعو إلى حسن اختيار الشعار الانتخابي للحملة الانتخابية من قبل المتخصصين الكلمة لها دلالة الشعار سيلازم المرشح طيلة فترة الحملة الانتخابية لا وما بعد وما بعد وما بعد أكيد يبقى إذن العنوان العريض للحملة الانتخابية ثم شعار الحملة الانتخابية المكتوب ثم شعار الحملة الانتخابية اللي هو الرمز الانتخابي أو بيبقى فيه شعار للحملة الانتخابية هذه الأمور هي اختصار للمرشح يعني فيما بعد هيبقى المرشح كذا ورمزه كذا حملته الانتخابية تحت شعار كذا والناس لازم تردد الشعار والرمز الانتخابي باستمرار على الناخبين لان انا عندي ستين مليون ناخب مصري وبالتالي لازم طول الوقت اقوله المرشح رقم كذا اسمه وشهراته كذا وموضوع الاسم والشهرة ده مهم لانه احيانا في بعض الانتخابات يلاقي الاسم الكامل الرباعي للمرشح يختلف تماما عن اسم الشهرة لا وفي المحافظات الكتيرة الموجودة وفي القاهرة وفي الجهزة وفي كل حاجة احيانا في ناس عنا بنرافع باسم شهرتها ولذلك ده موجود في القائمة وافضل طول الوقت اركز على ايه شعار الحملة ورمز الحملة طيب في امر مهم بتكلمني يا دكتور حسام بتقولي طب ما كفاية كده بقى موضوع الشعار يكفي الاسمه خلاص خصوصا حتى ان نسبة الامية طبعا قلب بشكل كبير وبقى من حق كمان الناخب ان هو يستدعي السيد رئيس اللجنة او موضوع يقول له اه طبعا درقات منظمة ويعرض عليه ويعرض عليه ويعنده كذا وكذا بالظهر يعني مثلا برضو على فكرة عشان ناس انا عايز الناس اخوانها تبدأ تتسقف وتقرأ انا احيانا مثلا محتاج ندارة قرية فرد نستها من حق لو ادخل اللجنة اقول له رأي سمحك انا نسيت نسيت الندارة بس يعني بقى الطريقة يعني مش هيكا انا نسيت ندارة ولا مش عارف هيعملين الرجل هيقرأ لك يقولك فيه رقم كذا المرشح كذا وفيه كذا تختار مين هتقول له هختار كذا ولكن انا بتكلم لسهولة ويسر لا انا معاين ان انا مش هقدر مع الاعداد دي كل واحد هيدخل هيقول لي مين القيمة واقول لي واختار احنا بقول فيما بعد يا دكتور حسان اه طبعا طبعا ولكن انا بأؤكد بس انه الحملات الانتخابية كمان من منطلق التخصص يعني مطلوب فيها موضوع الشعار والرمز مطلوب جدا لانه عبارة عن تكويد او ترميز او البراندينج انت عارف ده يعني العلامة المميزة ليه هذا المرشح هنغيره ولذلك الشعار ده يا جماعة ده لازم مجموعة عمل من الاعلاميين واسفزة الاعلام والعلاقات العامة والمتخصصين والمبدعين من الشباب نقعد نقول نختار كذا يقول لا ده لازم نشيل الحرف ده لا الشعار ده طويل لا دلالته كذا دكتور حسان انت احتمل عدة تأولات ده انت او استاذنا في الاعلام وعارف ده الشركات العالمية عشان تغير شعارها وحداك ممكن تشرح الشكلة بافضل مني ده بتقعد فيه شهور وممكن سنين تشتغل عليه ويكلف الكثير يعني موضوع مسهل لانا فجأة اغير شعار لشركة او كذا ما بالك وانا بتكلم عن مرشح رئاسي في انتخابات رئاسية لازم كمان يا جماعة بعارف في الحملة الانتخابية اهداف الحملة الانتخابية وانا بقول انه الهدف النهائي للحملة الانتخابية هو فوز المرشح الرئاسي بس انا بتكلم على الانتخابات الرئاسية وتبدأ الحملة رسميا منذ الاعلان الرسمي في الحالة المصرية عن القائمة النهائية للمرشحين اللي انا بتكلم بتاريخ تسعة احداشر يعني بتاريخ تسعة احداشر عشرين تلاتة وعشرين وفور اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون يبدأ فورا اعمال الدعاية والحملات الانتخابية وتنتهي باعلان نتيجة الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو في مرحلة الإعادة